اخ مجد السعيد بيسأل حاجة اسمها براند فيربنج براند فيربنج يعني ايه فيربنج بربي يعني فعل في فأمريكا كده عادة ان البراند لما يبقى شهير بيبقى اسم البراند بيتحول الى فعل وبيدخل في مصطلحات اللغة والناس تتدولوا يعني مثلا لحد عايز يعمل بره ما بقولش ايه اعمل سيرش او لاتس جوجلت يلا ندور على جوجل او خلاص فبقى جوجل بقت فيرب والواحد يقول لك ايه زيروكس زيروكس يعني ان انا ايه اعمل اصور مستندات من زيروكس او يقول لك ايه ساي فيديكس فان الكلمة تبقى فيرب ده طبعا مستوى من البراندين قوي جدا ان انت بتدخل في اللغة وتحول اسم شركتك الى فعلي بيستخدمون ناس في التعامل مع النوع الخدمة دي بقى اسمها جوجل بقى اسمها زيروكس حتى لو هتصور بأي مكان تاني احنا ده مش مقلوف عندنا يعني انتك انت تقول الكلمة تحول براند لفعل دي يعني مش مقلوف عندنا زي ما بتحصل برا فلو انت عايز انت من البداية تبني براند وتستهدف البراند فيربنج عندنا في منطقتنا لا ده كده هدف شبه مستحيل الوصول دي انت عايز توصل لايه مع الفيربنج ده مش هدف وما هوش حاجة مخدسة احنا عايزين نوصل ان البراند يبقى معروف ومرتبط ببوزيشنين اللي هي الصورة الزهنية وده برضو موضوع محتاجين نتكلم فيه مرتبط بصورة زهنية مختلفة عن المنافسين فنعمل بوزيشنينج ونعمل البراندينج بتاعنا بحيث ان نشوف السيجمنت ونحط في ازهانهم صورة زهنية جاذبة ومقنعة فيتعاملوا معنا اكتر من منافسنا خلاص مش لازم يبقى فيرب يعني مش لازم يعني ما تحاولش تحط دي كده قدامك من غير ما تدرس الفروق ما بين المجتمعات لانه الماركتينج ده اساسا فيه سايكولوجي وفيه سوشيولوجي ولازم تعرف ان فيه فروقات واللي بيحصل في بلاد ممكن ما يحصلش في بلاد تانية انا شايف ان ده مش طريقة تفكير عملية ولا منطقية ان احنا نحاول نقول للناس ايه البراند بتاعنا ده حولوه الى فعل مضارع او فعل الماضي اوه اوه تبرع دكتور كنت بتناقش مع ايه اخ علي علي كنت بتناقش مع احد اصحاب الشركات وبقول له نزل علانات الراديو ده كان رده هل كده نزل ده كان صحيح ما ينفعش تعدي رقم التسويق اللي مصبوح به من المبيعات هو انا لو حسب ما فهمت ان هو بيقول لك ايه ما ينفعش نزيد عن البودجت الميزانية اللي احنا عملينها كنسبة من البيع وهو احنا اتكلمنا في الموضوع ده يمكن قولنا قبل كده اللي فات او اللي قابله ان بيبقى من ضمن طرق ان احنا نشوف هنصرف قد ايه نسبة من الارادات بس طبعا التسويق بالذات بيختلف عن غيره ان ممكن يحصل ظروف استثنائية نعمل استثناءات احنا كمان يعني افرض مثلا لقيت منافس بتاعك بدأ يصرف كتير ووقتها لازم تصرف ومغير اللي كانت في الخطة افرض حصل ظروف مثلا لسبب ما انخفض الشراء مثلا بيبقى محتاجين نصرف اكتر حصل مناسبة فانت محتاج ايه تستغلها ترويجيا او ما كنتش عامل حسابك هتدخل في معرض ولاقيت ان بقى الوقت مناسب انك تدخل في معرض انت بتحط الخطة من يناير طب احنا دلوقتي في مثلا في نوفمبر ولقيت ان بقى فيه امكانية ما نجيش تقول لي لا اصلا انا كنت تحالف من اول السنة ان انا متقرر الميزانية والمدير ما يرجعش في كلامه احب اقول لكم من ضمن الحاجات المنتاعة في التسويق ان مدير التسويق ده اكتر واحد يرجع في كلامه في الشرق عادي جدا نسعر واعدي نغير السعر عادي جدا نعمل خصمات وبعدين نلغي الخصمات وبعدين نقول ايه خلينا مش هنعمل خصمات وبعدين نرجع نعمل خصمات حتى انا بقول للناس بهزار كده يعني انا اعجبني التسويق لانه ماشي مع شخصيتي انا بحب برجع في كلامي عادي وحتى كان من كنت معز بصحابي زمان يقول لك الواحد مايرجعش في كلام اقول لهم ليه ده هو الرجوع للحق فضيلة فخلاص هو يقول لك من اجيبته من ايه لقد احنا نرجع في كلامنا اول ما نرجع في كلامنا احنا بنصحح المزار فطلع ان التسويق كده كله نرجع في كلامنا فجميل اوي ايه وعتقول لي ايه انا شريط قطر بتاع التسويق ده ماشي مع شريط قطر مايرجعش في كلامه لا يا حبيبي ليه السو ديناميكو بتغير لو انت قعدت متبت دماغك ونشفها وتقول مش هرجع في كلامي يبقى انت عامل حاجة غلط لا حواليك اه اه ناس بتناور بحرية وكأنها كده مثلا لنشف فبح وانت قطر على القضيب انساني فيعني انا بقول ايه ان الميزانية التسويق هيصى ما هو بيسأل سبتة ولا مرنة لا تكون فيها قدر من المرونة يسمح لنا ان احنا نقابل المتغيرات نقابل المتغيرات والمتغيرات دي بتحصل كتير في حاجات خصادية في حاجات في المنافسة في حاجات في التكلفة في حاجات يعني تضاير حاجات كتير يا الاخر محمود حسين هل الترويج يعود الموقع لو غير حياء وللمطاعم ده انت ناقل السؤال ده بالحرف من اللايب اللي فات وانا جاوبت اللايب اللي فات ارجع له بقى وقلت انه احيانا ما بيعوضش لان انت لو موقعك غلط هتلاقيك وفرت شوية في الايجار واللي واخد مكان كويس بيصرف اكتر منك شوية انت ممكن تصرف شويتين وما يعوضش بس على الاقل تحاول الاول قبل ما تغير مكانك انا هتذكر ان انت قلت لان انت عندك مطعم في اسكندرية بس في شارع جانبي اه تفكر ازاي تقدر توصل وتجيب افضل ما يمكن في موقعك ده لقيت ان في مشكلة خلاص ترجع في كلامك وتغير المكان ما فيش اي مشكلة خالص احمد عليمي كيفية تنفيذ الكي بي ايز دي موضوع معقد ومنفعش الشرح شافه وكده انا هنقول بسرعة هي عبارة عن ايه هي مؤشرات اداء اساسية المفروض الشركة يبقى كل قسم دي كي بي ايز مسؤول عنها يحققها اللي هي مؤشرات الاداء اللي ان هو يبقى ناجح امتى مدير القسم التسويق ليه كي بي ايز الانتاج ليه كي بي ايز المالية ليه كي بي ايز يعني انا اه وبعدين كل واحد بياخدها يقوم مؤسمها على الموظفين اللي تحتيه يبقى هو كل كي بي ايز يقيس اداء الموظفين بحيث ان لما الموظفين كل واحد يعمل الكي بي ايز القسمي حقكي بي ايز بتاعته بتتعامل بقى ازاي يعني موضوع شوية فيه تفاصيل ويبقى شيتات اكسل وتحط لكل واحد تارجت بيبقى فيه حاجة اسمها لان الكي بي ايز ده جزء من حاجة اسمها من وكان فيه اتنين خواجات نورتون وكابلا نعملوها في كتاب اسمه بالصورة الكبيرة بتاعت الكي بي ايز فمصر هي شهيرة اوي في خلاص اداء الموظفين ودي حتة علشان هي بتبقى كل الموظفين بيحسوا بيها ففاكرين ان الكي بي ايز اداء الموظفين بس لا ده هي صورة اكبر شوية هي بتدير بيها الاستراتيجي وبتابع بيها تنفيذ الاستراتيجي اه لو الطعم كويس جدا اخ برضو اه محمود حسين جميل لو انت لما بتبيع العملة بييجوا تاني يبقى انت كده مدي فاليو بس عندك مشكلة ان مفيش عملة بتيجي لان كون ان احنا نقل مستنى العملة يجيبوا بعض ده وقت طويل التسويق بقى بيأثروا انت تحاول تجيب عملة جدادي يجربوا لما يجربوا يلاقوا ان هم طلعوا عن المكان كويس وفاق توقعتهم يبدأ يحصل الولاء ويشتروا فده ممكن انت مناسب ليك جدا السوشيال ميديا وطارجت الناس اللي حواليك في الاريا ولو عندك ديليفري هيكبر المنطقة شوية فادخل في القصة دي انا حاسس ان انت يعني بشوف اسئلتك في اماكن كتير وانت بعتلي حاجات امبوكس فانا حاسس ان انت بتقرقك مشكلة عاملالك ارخ شديد رغم ان هي حاجة او اساسية جدا في التسويق انك تجيب عملة جداد حتى لو موقعك سايق تحاول تجيب عملة جداد تحاول تعمل ديليفري وبعدين تبدأ تقيم النتائج لقيت الامور بتتحسن افضل استبارل حد ما تقول خلاص ده كده مش هقدر اكتر من كده لازم بقى نروح على شارع رئيسي عشان نجيب الناس اللي هو فوسط المطاعم اللي بنزلو بقى يعملو ايه يحطونا فوسط البدايل يعني اه مشكلتك دي اخه اشرف صبري زي اعمل ميزة تنفسية مشكلتك لازم تعمل ميزة تنفسية الميزة التنفسية انت حاول اسهلها ليك الموضوع شوية الميزة التنفسية ممكن تكون في المنتج بتاعك والمنتج ده بنقعد نفكه لان المزيج التسوية احنا قلنا قبل كده قلنا البروداكت ده بنفك فيه حاجات كتير اوي والكواليتي دي تحتاجها كلام كتير ايه الكواليتي دي فيها مسلا كون ان انت ساي المادة الخام السرعة خدمة ما بعد البيع الكواليتي دي حاجة كتير اوي بعدين الديزاين انت مسلا ساي بتعمل حاجة فيها ديزاين التصميم ممكن يبقى فارق لو قلت لي المنتجات برضو بتاعتك اسأل ممكن نتكلم فيها بشكل محدد اكتر ايه ايه في بقى ايه المنتجات بقى احيانا بيبقى فارق فيها قوي الالوان فارق فيها البروداكت وبقى وبعدين البرايس ممكن انا تمايز بالسعر انا محبش يبقى الميزة الوحيدة السعر لان هي اكتر ميزة هشة بتقدر المنفسين يضربوك فيها اه ممكن الميزة في الخدمة ممكن الميزة تكون في الثقة والتعامل والمعاملة وحب اقولك ان دي ممكن من اسهل الحاجات لان الجميل في مصر ان ثقافتنا في التعامل مع العملة ان الشركات المنافسة بتاعتك غالبا بتديهم على دماغهم فانت حب العملة ومتديهمش على دماغهم هتبقى دي ميزة تنفسية كافية بس لو عرفت تتعملها انت طبعا يعني ما تكونش انت بقى بتدي العملة على دماغهم اكتر شويتين وعني تجي دول اللي عمش عارف فعمل ميزة التنفسية لا حب عملاقك كده وريحهم